وكيف تقيم العلاقات معالي الوزير بين مصر والعراق الآن خاصة وتربط البلدين سنوات عديدة من العلاقات المتميزة في كافة المجالات نعم العلاقات جيدة جدا وتتطور يوما بعد يوم في هذه الزيارة مثلا سوف نواقع 11 مذكرة لتباهم بين الحكومتين وهناك مشاريع مشتركة وسوف تلعب بعض الشركات المصرية دورا مهما في بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي وخاصة في مجال الإعمار والإسكان أولا تشكيلة الوفد تؤكد على أن هذه المباحثة تؤكد على الناحية الاقتصادية فلو نرى تشكيلة الوفد بالإضافة إلى نائب رئيس زراء وأيضا أنا مسؤول القطاع الاقتصادي في العراق ووزير خارجية ولكن زميل نائب رئيس زراء ووزير التخطيط زميل وزير الكهرباء الزميل وزير الإسكان والإعمار ومحافظ البنك المركزي ومستشاري سيد رئيس زراء وخاصة القضايا الاقتصادية إذن هذه الزيارة تؤكد على العلاقات بصورة عامة ولكن الأساس في هذه الزيارة هي كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والعمل في هذا المجال جاءت الزيارة العراقية رفيعة المستوى لعاقد اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور رئيسي وزراء البلدين الشقيقين برأيك إلى أين وصل التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى؟ مع هذا الجانب الاقتصادي الذي أشرنا إليه هناك تعاون مشترك في الجانب الأمني جانب العسكري الجانب الثقافي تبادل الطلاب والزمالات في الجامعات العراقية في مجالات مختلفة وطبعا الجانب الدبلوماسي هناك تعاون وعمل مشترك بين الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية العراقية في مختلف المجالات سواء على المستوى العربي أو على المستوى الإسلامي والمستوى العالمي وما الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي سيتم توقعها خلال الزيارة رفيعة المستوى؟ مثل ما تحدثت أن هذه المذكرات تخص جانب تعاون في مجال الثقافي تعاون في مجال المصرفي تعاون في مجال الدبلوماسي وبالإضافة إلى توقيع مجموعة من المذكرات لها علاقة بالمشاريع المشتركة وعمل الوزارات المختلفة في هذا المجال ففي الإطار الاقتصادي سوف تتطور هذه العلاقات ونتوقع في الفترة القادمة العديد من الشركات المصرية للعمل في الساحة العراقية هناك مشاريع مشتركة خص الطاقة نحن منذ زمن نتحدث عن مسألة الطاقة وخاصة الربط الكهربائي هناك ربط بين جانب العراقي والجانب الأردني والخطة المستقبلية هي ربط هذه الشبكة الكهربائية بين الجانب الأردني والجانب العراقي بالجانب المصري واستيرات الطاقة الكهربائية من مصر نحن بالإضافة إلى هذه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد هناك علاقات ثلاثية بين قاهرة وعمان وبغداد وهناك اجتماعات مستمرة على مستويات مختلفة على المستوى الوزاري ولكن أيضا على مستوى القمة هذه العلاقات الثلاثية هي أيضا للتنسيق في هذه المجالات التي ذكرناها المجال الاقتصادي في مجال الطاقة في مجال مصرفي ولكن أيضا في المجال الدبلوماسي والسياسي وتنسيق المواقف على المستوى العالمي